راح نستخدم بها الباست سمبل ماضي البسيط الأفعال المنتظة ما هو الشاذة أسئلة و النفية نبدي بالباست سمبل يستعمل هذا الزمن لتعبير عن حدث بدأ وانتهى في الماضي يمكننا معرفة الزمن الماضي من النظر إلى الفعل إذا كان ينتهي بإيدي أو إذا احتوذت جملة على بعض الظروف التي تشير إليه كالتالي أجو يعني أجو مضى في الماضي الليلة الماضية البارحة الأسبوع الماضي السنة أو الشهر الماضي شكوا بي شيء يعني معناها أنه الزمن في الماضي علي وصل للمنزل البارحة أرائفت هنا أنا فعل ماضي منتظم مثل ما شرحت لكم عليها سابقاً أنه ضفت له إيدي فصار ماضي يعني بسيط منتظم وأيضاً الظرف يشير المث إلى الماضي مثل الثاني مثل الثاني لقد حدثت عدة مرات أو وقعت عدة مرات هنا الثاني أيضاً فعل ماضي منتظم ضفنا له إيدي وصار زمن أو جملة في زمن الماضي البسيط مثل الثاني I played football last night لعبت كرة القدم الليلة الماضية طبعاً كل الأفعال منتظمة بإضافة إيدي يصبح الفعل والزمن أو الجملة بالماضي البسيط أحياناً يكون الفعل الماضي شاذاً أي لا يحتوي على إيدي مثل ما شرحت لكم بالوهدة السابقة أنه الفعل أضيف لإيدي أكو فعل ترهام للإيدي وأكو فعل لا شاذاً أضيف لإيدي لذلك يجب حفظ الأفعال الشاذة ومنطيكم هنا مجموعة مو كلها لكن مجموعة من الأفعال الشاذة اللي ممكن نستخدمها أو رئيسية مثلاً went saint went يعني ذهبه saint made صنعه said قاله stood وقفه told أخبره brought جلبه and lost فقده بالسؤال في زمن ماضي نستخدم الفعلين was and were في بداية السؤال بمعنى هل كان بشرط أن تبدأ الإجابة بيس أو نو نجد في الإجابة أحد الفعلين was and were كفعل أساسي ليس بعده فعل آخر وبهذا نعرف أن زمن الإجابة بالماضي البسيط إذا لقينا بالجملة was and were معناها أن الجملة بالماضي البسيط ويكون تكوين السؤال كالتالي شون نسوي السؤال was and were يعني إذا كان مفرد نبديها ب was وإذا كانت جمع نبديها ب where معناها راح يكون عندنا سؤال example was you out of school yesterday هل كنت البارحة بالمدرسة yes i was نعم لقد كنت لما أريد أن فيها no i wasn't كلا لم أكن بديناها ب was والإجابة كانت ب was والنفي كان أيضا ب was بإضافة no كل سؤال بزمن الماضي البسيط يبدأ ياما ب was الجملة الثانية where the boys are the body الفارق بين الجملتين إنه الجملة الأولى بالمفرد والجملة الثانية بالجمع فلازم المفرد نبديها ب was وجمع نبديها ب where هاي بالنسبة للسؤال were the boys happy out of the body هل كان الأولاد السعداء بالحفلة yes they were نعم إنهم كانوا كذلك لو أن أريد أن فيها no they were not كلا لم يكونوا كذلك عندنا الطريقة الثانية للسؤال في الماضي البسيط باستخدام did لما أنا أريد أسأل بالماضي البسيط أستخدم did يعني مو أستخدم was or where ويكون السؤال كالتالي يعني عندنا طريقتين للسؤال بالماضي البسيط يأما نبديه ب was or where يأما نبديه ب did أيضا did بالبداية زائد الفاعل وزائد المصدر أو الفعل الرئيسي أو الأساسي example did اللي هي بالبداية did علي بلاي باسكتبول هاللعب علي كرة السلة did علي علي الفاعل بلاي الفعل الرئيسي باسكتبول هاللعب علي كرة السلة yes he played باسكتبول تشوفوا الجواب هنا بما أنه بداها بلاي الفعل الرئيسي بلاي فلما أجيب بصيغة الماضية البلاي صير بلاي ينضافلها إيدي yes علي أعوضت عنا به اللي بلاي صارت بلاي باسكتبول لما أريد أن فيها تقول no علي أعوض عنا به لأنه مفرد مذكر no didn't play باسكتبول تضفت لها النوت النوت وين أضيفها؟ أضيفها للdid صير no he didn't play باسكتبول example number two حتى يكون شوية أتكم أوضح did heba clean her room هل قامت heba بتنظيف غرفتها؟ yes she did لما يكون جواب مثبت نعم هي فعلت no she didn't كلا هي لم تفعل حتى في الجملة الأولى نقدر نقول no he didn't yes yes he did أوكي؟ يعني مش أرد تكمل ليك وجواب قصير تقدر أن تسوي بي yes he did no he didn't أوكي؟ and thank you so much نعم نعم